أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا على المسيح الذي حررنا وقال لم يستطع الرسول أن يتحمل أن يترك المسيحيون في غلاطيا الإيمان بالمسيح بعد أن عرفوه وآمنوا به فانجروا وراء مقترحات خادعة وتركوا الحرية وعادوا إلى العبودية الخطيئة من جديد لذلك دعاهم بولوس إلى الثبات في الحرية التي تلقوها من المسيح ولا يضع أنفسهم مرة أخرى تحت نير العبودية وأضاف قداسته أن الحرية المسيحية تقوم على ركيزتين أساسيتين الأولى على أنها عطية من الرب يسوع والثانية هي الحقيقة الحقيقة هي المسيح نفسه والحرية بثقت من صليب المسيح هناك حيث الموت ولدت الحرية فقد حقق يسوع هريته الكاملة عندما أسلم نفسه للموت وهو يعلم أنه بهذه الطريقة فقط يمكنه الحصول على الحياة لجميع الناس واختبر بولوس سر الحب هذا في شخصه وعالم من خلال اتحاده بالرب يسوع أنه نال أعظم عطية في حياته وهي الحقيقة والحرية لذلك أراد لأهل غلاطية أن يثبت في الحرية وفي الحقيقة في المسيح وهو نداء لنا نحن أيضا لنبقى في الحرية الحقيقية التي يمنحنا إياها المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر